اشتركوا في القناة من قادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة وصياغة مستقبل القطاع الصناعي كما سيصلط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع وخلال مشاركته في أعمال القمة تحدث سعادة الوزير عن عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالتحديات التي تقف بين الأعمال التجارية وسلاسل التوريد منخفضة الكربون والحلول التشجيعية للتعاون على نطاق الصناعة لفهم حجم انبعاثات الكربون في سلاسل التوريد المعقدة إضافة إلى الانتقال الناجح إلى التقنيات الخضراء والتحول إلى الطاقة النظيفة وإدارة التكاليف الأولية المرتبطة بإزالة الكربون هذا وتضم فعاليات أسبوع القمة التي تعقد بمركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي تضم ثلاثة مؤتمرات رئيسية هي مؤتمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع ومؤتمر الازدهار العالمي ومؤتمر السلاسل الخضراء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة